وليه الجمعية الزراعية فكرت في أرض النادي الأهلي وما فكرتش أبداً في أرض نادي الجزيرة والتنين في نفس المنطقة وليه قبلها نادي الفروسية لما فكر يزود مساحته لتنظيم سباقات الفروسية كانت ضغط الملكي شديد على النادي الأهلي رغم أن مساحته أقل بكتير جداً من مساحة نادي الجزيرة وبدأت تتضح أمور كتير لإدارة النادي الأهلي فيه اتفاق خفي بين نادي الفروسية والجمعية الزراعية الملكية للاستلاء على أرض النادي الأهلي بحجة كتير علشان زيادة مساحة أرض نادي الفروسية من الآخر الجهتين طمعوا في أرض النادي الأهلي فخاض المسؤولين في النادي الأهلي حرب شرسة وقرروا عدم الرد على مخاطبات الجمعية الزراعية الملكية إدارة الأهلي لما رفضت ناقل النادي من مكانه ما كانش الرفض لمكرد الرفض لكنها كانت بتحافظ على الأهلي ومكانه ومكتسباته بتحافظ على كيان كبير جمع المصريين من كل الأطياف الأهلي ما كانش مجرد نادي لممارسة الرياضة زي أي نادي تاني النادي الأهلي في الوقت ده كان الملتق الرياضي والثقافي والفن للطلبة وجموع الشعب والحفاظ على حقوق الأهلي جزء أصيل من مبادئ النادي في نفس الوقت بدأت مشاكل نادي الفروسية مع النادي الأهلي بخصوص إيجار الملعب تظهر وبدأت المماطلة في دفع قيمة إيجار الملعب في جلسة اللجنة العليا اللي انعقدت يوم 3 يونيو 1938 تم عرض الخطاب الوارد من رئيس نادي الفروسية وجه في حضرة صاحب السعادة رئيس النادي الأهلي للرياضة البدنية بعد التحية قد ورد إلينا خطاب من النادي الأهلي بطلب سادات 75 جنيها مصريا كالاتفاق بين الناديين وذلك قيمة إيجار الأرض القائم عليها نادي الفروسية وبما أن هذه القيمة جسيمة فنرجو تخفيض هذا الإيجار إلى 50 جنيها مصريا وأملونا إبلاغونا موافقتكم على هذا العرض حتى نسدد لكم قيمة الإيجار خلي بالكم من جملة قيمة إيجار الأرض القائم عليها نادي الفروسية الجملة دي ما تفوتش على إدارة الأهلي أبدا الأهلي مش مؤجر الملعب عشان يقام عليه نادي الفروسية الأهلي مؤجروا لنادي الفروسية عشان يستخدموا كتراك للتدريب وبعدين يعني إيه إبعتولنا موافقة على تخفيض قيمة الإيجار عشان ندفع وأنتو إيه مش ناوينا تدفع ولا إيه وبدأت إدارة الأهلي تنتبه لخطورة اللي بيحصل نية المسئولين عن نادي الفروسية مش مصبوطة فقررت الإدارة إرسال خطاب واضح لنادي الفروسية خطاب بيرفض أي تغيير في بنود الاتفاق النادي لما حدد إيجار الملعب حدده على أساس أنه يعتبر اشتراك سنوي جماعي في النادي الأهلي فكتب لنادي الفروسية حضرة صاحب المجد النبيل رئيس نادي الفروسية بالإشارة إلى كتاب سموكم المؤرخ 31 مارس 1938 الذي طلبتم فيه تخفيض إيجار الملعب الذي تستعملونه للتدريب على الفروسية أحيط علم سموكم بأن النادي لم يؤجل لكم هذه الأرض كما هو مذكور في المكاتبة أنفة الذكر وإنما قبل تشجيعا للفروسية واعتبار أفراد ناديكم مشتركين بالنادي كمجموعة باشتراك قدره 75 جنيه سنويا واختب النادي المرسل لكم بتاريخ 3 فبراير 1936 صريح في هذا فمع إحاطة علم سموكم بذلك نرجو التفضل بتصحيح ما جاء بخطابكم سالف الذكر والتكرم بإفادتنا مع العلم بأن النادي لا يمكنه تخفيض قيمة الاشتراك وقد رؤية لتشجيع هذا النوع من الرياضة تجديد اشتراك نادي الفروسية لمدة سنتين اثنتين فقط غير قابلة للتجديد نادي الفروسية ما دفعش قيمة إيجار الملعب اللي أجره وبدأ انزعاج النادي وأعضاؤه ففي الجامعية العمومية اللي انعقدت يوم 27 يناير 1939 وقف عضو النادي وبطر رفع الأسقال العالمي السيد نصير وتحدث وزي ما جه في محضر الجامعية العمومية أثار حضرة السيد نصير فندي مسألة المبلغ المتأخر على نادي الفروسية مقابل انتفاعه بجزء من أرض النادي فقرر معالي الرئيس بأن هذه المسألة محل رعايته واهتمامه وأنه جاد في تحصيل هذا المبلغ وأضاف على كده بأنه كفيل باتخاذ اللازم للمحافظة على مصالح النادي وحقوقه من كل الوجوه متخفاله لأسقال الحصول على مصالح النادي وحقوقه من كل الوجوهو وحقوقه من كل الوجوهد